اشتركوا في القناة المتعلقة بالتكليف وعوارض الاهلية عرفنا فيما بيناه في الحلقات الماضية أن الأمور التي تعرض للإنسان فتزيل أهليته الكلية أو تغيرها أو تنقص بعض أحكامها أو ما يسمى بعوارض الاهلية تنقصم إلى قسمين وهما العوارض السماوية والعوارض المكتسبة ذكرنا تعريف كل منهما مع الأمثلة وفي هذه الحلقة أود ذكر بعض المسائل والقضايا التي لها علاقة بهذا الموضوع والأمثلة الأخرى للأصناف من الناس من حيث كونهم مكلفين أو غير مكلفين منها ما يلي أولا أن الذي فقد أقله أو ذهب أقله لمدة مؤقتة بسبب طبيعي مثل النوم أو الإغماء أو النسيان فهو غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب أو الأمر الشرعي أثناء وجود هذا العذر ولا يعقب على ما تركه من العبادات أثناء ذلك ولكن يجب عليه القضاء بأمر شرعي جديد لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولا يؤخذ أيضا بما يصدر عنه من الأقوال أثناء حدوث هذا العذر ثانيا هناك خلاف بين العلماء في حكم من يفقد أقله بفعل منه متعمدا مثل من شارب الخمر باختياره وهو يعلم أنها خمر وأنها محرمة هل هو مكلف أم لا بعض العلماء قالوا إنه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق إذا طلق مثلا أو ليس عليه قصاص إذا قتل وبعضهم قالوا إنه مكلف فيعامل معاملة الصاحي تماما لذا فعليه إثم ما تركه من العبادات أثناء سكره ويجب عليه القضاء ووقع طلاقه وأما من لم يكن سبب سكره جناية محرمة مثل من شرب ما لا يعلم أنه مسكر أو شربه مكرها أو مضطر فهو غير مكلف فلا يآخذ بما فعله ثالثا أن المجنون غير مكلف فإذا أفاق المجنون أي رجع إليه أقله أو شفي من جنونه فأصبح مثل الأقلاء فإنه مكلف مدة إفاقته أو شفائه وأما ما مضوا من العبادات فليست واجبة عليه مدة جنونه رابعا أن من لم تبلغه الدعوة أي دعوة الرسل ليس مكلفا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله توجد بعض المسائل فيما يتعلق بحكم من تبلغ الدعوة منها أن من بلغته الدعوة أي سامع عن دعوة الرسل أو سامع عن دين الإسلام ولكنه لم يفهم لأنه أعجمي مثلا أو غير عربي ولا يفهم العربية ولا يوجد من يترجم له أو أعمى ولا يمكن إفهامه فهو غير مكلف حتى يعلم مثاله في هذه المسألة مسألة الجاهل فهو مكلف بما جهله إذا يمكنه أن يتعلم مثل من ولد ونشأ في بلد الإسلام فإنه يعاقب أو عليه حد بسبب جهله إذا زنى أو شارب خمر مثلا ويلزمه فضاء الصلاة إذا تركها أما من لا يمكن أن يتعلم الإسلام أو لا توجد له إمكانية مثل من أسلم ونشأ في بلد غير إسلام ولا يعرف وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو حرمة الزنى فهو في هذه الحالة لا يلزمه القضاء أو لا يحد إن زنى أو شارب بسبب هذا الجهل هذا مثال ما إذا كانت حالة هذا المسلم مثل ما ذكرته يعني لا يوجد فرصة أو إمكانية لتعلم الإسلام ولكن مع تطور الزمان خاصة في مثل زمانيا هذا زمان العالمة والشبكة العنكبتية بحيث ترتبط جميع الدول بعضها ببعض ويصبح العالم مثل القرى الصغيرة حيث يصل أي معلومات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب خلال ثواني فقط من الزمن فلا أرى أن هناك عذرا أو عدم الأمكانية لتعلم الإسلام فلا يكون الجهل حينئذ عذرا وكل مسلم بالغ عاقل مكلف يجب عليه فعل الأوامر أشرعية خامسا أن الراجح في مسألة الكفار الذين بلغتهم الدعوة هو أنهم مخاطبون بفرع الشريعة أي أنهم مطالبون بفعل الواجبات كالصلاة والصوم والحج وغيرها فهم في هذه الحالة مكلفون تكليفا كاملا أي يجب عليهم فعل الطعاة ويجب ترك المنهيات وهم آثمون بفعل المعاصي بتركهم للواجبات لقوله تعالى في سورة فصلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وقوله سبحانه في سورة المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين بناء على هذا فإن أقوبة الكافر تكون أقوبتين أقوبة على كفره أو عدم إيمانه وأقوبة على تركه للوجبات وفعله للمعاصي ومع هذا الكافر لا تقبل طعاته ولا يثاب عليها إن فعل ذلك إلا مع الإيمان أي إذا كان مؤمنا أو دخل الإسلام فإذا دخل الإسلام فلا يجب قضاء العبادات التي فاتت بل تسقط هذه العبادات تخفيفا عنه وترغيبا له في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله أي يمحو ويمسح ما فعل قبل دخوله للإسلام سادسا أن المريض مكلف فيجب عليه ما يجب على صحيح مرضه لا يؤثر في تكليفه إلا أن الشرع جعل المرض من عوارض الأهلية التي تغير بعض الأحكام فقط وجعله عذرا وسببا للتخفيفات الشرعية مثل سقوط القيام في الصلاة وجواز الفطر له في رمضان وقضاء الصوم في وقت آخر وتصرفات المرض تصرفات قولية أو فعلية مثل تصرفات الإنسان الصحيح تماما إلا في بعض الحالات ما هذه الحالات من هذه الحالات إذا مرض الإنسان مرض الموت أي المرض الذي اتصل به الموت أو يشعر بقرب موته ونهاية أجله فإن ورثته لهم الحق في إبطال كبرعاته أو وصيته فيما زاد على الثلث من ماله وكذلك إذا طلق المريض مرض الموت زوجته فإن الطلاق صح ووقع ولكن هذه الزوجة المطلقة لها حق الميراث ولو خرج من عدتها قبل موته وذلك لأن الزوج قصد بالصلاق حرمان زوجته من الميراث فحكم الشرع بحكم يراعي فيه مصلحة الزوجة المطلقة بأن أعطاها حقها في الميراث وإن طلقها زوجها في مثل هذه الحالة هذا بيان مختصر لأحكام بعض المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه وعوارض الأهلية لتقليف وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر